موسيقى يلزمها برشا وقت خاصة في قطاع الثقافة اللي هو معتها تحسو منسي شوية معتها هو ضحية من ضحية الكورونا أما منسي معتها لا هو ظهر في الليامات الكورونا اللي الناس كل معناها فيسع فيسع داروا على قطاع الثقافة وكأنه قطاع الثقافة لكس سعن لكس أول حاجة ثاني حاجة كأنه الشماعة اللي الناس كل خرجوا عليها الفلستراسيون والخوف متاحهم معناها والات اليوم زي ذولي ما هوش وقت والكلام أما اليوم كي تحكي تقول ما حاش ناش بالثقافة ما حاش ناش بالفلوس للثقافة ما حاش ناش كارهو عيب كبير يعني نعتبره أصلا تخلف يعني نعتبره أصلا تشبه المسلسلات تقول صحفة شربة ما حاش ناش باها والبريك والمسلسلات هم تابعين بعضهم لكن ما هم مش فلسخيمة معنا اليوم رأوا مهنة وقطاع وناس تخدم مهنة خرقت لإسعاد الآخرين من أنبل المهن اللي موجودة في الدنيا من فيناش دور الطباء ودور الداخلية ودور الجيش في كل وقت فما الأعباد ولكن زادة الثقافة راهي ما هيش مسلسلات الثقافة ما هيش مسرحة كهو الثقافة هي طريقة عيش الثقافة هي التزام الثقافة هي هي اليوم اللي نعيشوا فيها رأوا قلة الثقافة صار اللي صيرنا اليوم رأوا مثلا من قلة الانضباط وقلة الانضباط تبع الثقافة أنك تخرج وقت للحكومة تقول لك اللي لازم تكون عامل للحجر الصحي ورأوا اليوم ما كتشدارك تحمي غيرك وتحمي روحك وأنك تخرج كمام ريقل الثقافة هذه خطر هذه كالسيكلتورية اليوم الثقافة التعايش الثقافة كل نواب نواب شعب اليوم كيسا شاغنا على المسألة هذية إن شاء الله تحكيتوه في حكاية الكورونا واللي نرجو نحكيوه فيه الموضوع في وقت آخر خير منتوه خطر سيفريك الثقافة والليت ضحية ناس تعطي فيه صورة غالطة شوي تعطي فيه صورة غالطة على الأخر أنت عندك مشروع خاص فضاء متاعك المركز ثقافي وقف النشاط فيه وقف من أول شهر مارس ما اللي بديت الحكاية تاخد فيه طابعة جدي كبيرة في تونس قررنا أنه سلامة العباد وسلامتنا واستمراريتنا زيادا على أخر نوقف الخدمة إلى أجل لاحق والتو مازلنا مساكرين ومازلنا ملتزمين ورغم اللي خدمتنا واقفة ما اللي لازم لازمكها وصحة العبادة قبل كل شي جهتمو الخدمة واقفة حاجة نجم ظهر برشا مع أنت في القطاع رمضان سنة سلسلة العميل 86 على قناة كرتاج بلوس بش تكون إخراج بسام الخياتي بش تكون أنت حاضر فيها بسام الخياتي هو صديق قبل كل شي نواجهره الشكر المشروع ما كانش مخصر رمضان هو من الأول هو كان مشروع بش تعرض لها اللي خطر بسامي عيش في الصين المجهول وتحيي عدمك برشا ماكلمتوش جسبر الان ينحكي في الوقت ساعة تحيا لبسامي تحيا لبسام المشروع كان مواجهة أساسا أنه بيتعرض في الصين هو لكن بعض هالي في معنقص الانتاج اللي قاعد صغير والغير الخطم تاعة ومشنا اتفاجات كما نسول وبتعرض في كارتنج بلوس ان شاء الله برودوي يعجب التواصل بالتوفيق البسام هو معانتا حسب ما شوفنا سلسلة برسا اكسيون معانتا ما شوفناش كيفها عميل سري حارب في مافيا عالمية يتحب تتحكم في الدول ويدافع على الوطن متاعه تجار السلاح المخادرات وغيره مخابرات هو بسام تعود للخدمة ذي مفخرة لتونس خاطر تونسي سافر للصين عمره 16 سنة خدم مع الفريق متاع جاكيشان خدم في هوليو خدم برشا فليم عنده اكثر من 15 سنة في الدومان هذا اول انتاجه متاعه حكاية يدخل فيها تونس معانيا ما بيتصير لحداثه بين تايوان وصين وتونس تصويره صار في تايلاندا هون كونغ وتونس يشيركو في ممثلين من تركيا امريكا استراليا سين كندا روسيا وتونس برشا جنسيات وكلهم صحاب بسام اللي لمنا في المشروع هذي اللي صحبه قبل كل شي خاطر مشروع اللي امن بي بسام واحنا حبينا نكونوا يقفينوا معاه ونعاونوه فاكثر منو هو لما متاع صحاب وتجربة اكثر منو معانيا نحكيو على من شاء الله تعجب التونس على خاطر شي جديد نوع جديد وتقنيات عالية إن شاء الله إلاقي استحسين الجمهور التونسي إن شاء الله إلاقي استحسين الجمهور التونسي ونلقينا حد شي ينصفيه معه حساباتنا وفات العركة بتاع السياسيين يخي در أن نحكيه عن ثقافة كهو عنها يلزم حاجة اليوم اللي غيذك في الحكاية واللي قلق إنه هو اليوم الأراء اللي تقالتك كل هي حسب رأي تصفيت حسابات ذاتي أنا نتصور يكون لكم من الشجاعة الناس اللي معاها واللي ضد إنه تبعد شوي على الموضوع حذير الخاتر اليوم تعرف ناس كل وزار الثقافة ما عندها حاتة علاقة بال يعني ضد ما تنتجش وزار الثقافة رأي ما تنتجش للقناة الخاصة وزار الثقافة رأي تعطي ترخيص وزار الثقافة رأي سلطة إشراف بعيدة كل البعد على الانتاج فيما يخص معنا تراويين عبيد فلس وزار الثقافة الوزار الثقافة والمشرح والسينيما هذي الكذبة اللي حبوا الناس يهموا بها الناس عمرها وزار الثقافة ما عطت فلوس حتى قناة خاصة رأي وما هيش من مشمولاتها إنها تنتج هي سلطة إشراف تعطي ترخيص في بعض الأحيان تعطي ترخيص للشركات خاصة لأنه تلافذ عندها وقالتها الوزيرة السبب اللي فاتة هنا قالت رأني استفنى أين عملنا خطرتها وقت كورونا وحتى وزار الثقافة شيراز العتيري هذي وقاع اقحامها مسكينة مع تصفيد حسابيتم معها هي يا زيدة واند خاطر ما زادت جديدة ما زادت كي جيت للوزارة ونازم ما في سبرنا معروفين نحنا يزمنا أي وزير جديد نحطوها تحت اليد نحطوها في بلاست ونازم نقولوا لأهو النجم وننا عملو لك بوليميك دونك اليوم وزار الثقافة اللقات روحها معناية بأمر ما يعني هيش خرجت صرحت وقالت رخص ونعطي ورخص وما نعطيوش وخص ونستكملوا التصوير الناس اللي عندها مشاكل مع التلافذ الخاصة ارتكزوا عن حكاية هذية بشي يقولوا كيفاش وعيب وعليش وراهم في الماضي القريب معناتها نعرفوا اللي لعبيت هذون كانوا مستعدين يعملوا أي حاجة بشي يستكملوا تصوير مسلسلاتهم وباقي شنو هو تقسيم المشهد بالله خلي نقوله انا وما شتحب هو تقسيم مشهد مضحق لا لا كيو بصراحة اللي ما عندوش انتاج محالي بدا يسب قال ما نرجعوش ولي عندو انتاج قال نرجعو معناتها ولي يفما ناس عندها انتاج مصورة 95% منه معناتها صارفها مليار وميتين ولا مليار وثلاثمية مزل لها مئة مليون ويكمل عمل يقولك بش منضيعش بسيكوريتي معناتها وليت حرب هاني ينقلك ووزير الثقافة علمت وانا كنت حاضر فيك علمت بعد خوضة كل انها في اللخر مسكينة دخلت في حرب بين تلافذ معناتها حتى دخل معناتها حرب تلافذ ومنتجين دخلت فيها الوزيرة كيكة حطوها الوزيرة ما عندها حتى داخل والوزيرة ما عندها حتى داخل في الموضوع هذا والباقي أنا نقول لك خليهم نكونوا صرحة إذا فما تصفيت حسابات خليهم نصفيوا حساباتنا مباشرة غير ما نعتمد جدا هلا هي سلامة الآخر حتى الناس كل حتى واحد هنا ما يحب اللي زميله يمرض ولا يتعداب الفيروس ولا حتى واحد هنا ما يحب اللي يفقد حتى زميل في الميدانة معنات اليوم هذو مراهم بديهيات ما تنقشوش فيهم أما كيما قلت أنت وجود حل إنه استكمال التصوير ويكون هناك سكريتي كبيرة مية في المية من السكريتي وإلا تحذف مشاهد وإلا الناس تعمل تحليل وبعض وليت وعليش تعملونهم تحليل الناس هذو معناه في وقت ملاقات وقت راح الحل ما تخسير فلوس إنك تعمل تحليل للفريق تقني والممثلين اللي قاعدين هما مخاطرين بحياتهم والحياة لازمها تستمر أنا معناه ما في قطم الأوقات إنه كل كل قطاع لازم يكمل يازم يكمل على خاطر الحياة لازمها تستمر فماش عليش كل شيء يقف راه والأخطر من هذا كل ثم الكورونا تتوفى الحكاية الأمراض النفسية اللي جاية بعد الكورونا اليوم بش نتفاش وبعد ما تتوفى الحكاية هذية موالينا نعيشوا في حاجة اسمها اليوم أنت تبدأ مكسور إنك تحلق وني بتاع البيب لين معاش سور حكم علينا أنه نعيش بقية حياتنا في منطق لانسرتيتود اليوم بش نخرج من هالشك في كل حاجة في كل شخص في كل بشرة تتصور أنت نوفل ما زلنا بش نرجع معنا بعض والعبيب تسلم على بعضها بالحاميمية مستحيل عبيب بش توقع تخايفها راه كما وكلوش عشر عام عام ونص بش توقع تخايفها الخاطر اليوم حكم علينا أنه نعيش في هالنسرتيتود فعلى الأقل الناس اللي تدافع على الحياة الناس اللي عندها ثقافة الحياة الناس اللي تحب الحياة الناس اللي تتحدى خليهم يخدموا على رواحهم على خاطر هذه كمهمتهم أنهم يبعثوا الحياة يبعثوا البسمة يبعثوا الضحكة يخفوا على عبيده وما في دياره الناس كل اليوم احنا مغير من نقصوا من دور الأطباء ولا الحرس ولا الداخلية احنا اليوم كل من ممبرو كل واحد كمانت اليوم تتحدى الخوف يا اخي نوفل ما تخافش على روحك تخرج من دارك وتجي للبلاتو لازم اليوم تحل المزايق تسمع نوفل ومعاك الفريق الكامل اليوم تشوف تلافظ ما هماش دي سوبرمان ولا سوبروما اللي موجودين في البلاتوات تلافظ ربما ما تتخاف رأي عباد تخرج رأي عباد باش غدوة تتصور التلفزة مشهد ما غير تلفزة ما غير راديو اي جستو مو معنا رو انا تعرف معنا انا باش نكمل نعطي رأي نمشي لبعض انا عليش بحكت شوية على الناس يقولوا ليه واختر خطر انا نصور في التلفزة وقدامي عشرين تقني معنا على الأقل معنا هنا نصور وما ريت حد خايف علي عليش خطرني ماني في مصلحة انا ولا غيري ولا مريم في الحوار ولا ملك في التاسعة ولا في القناة تلك وتلفزة عشرين خمس عشرين شخص مقابلين ما خاف علينا حد كيوليت مسلسلت ومصالح واشهر ولا يسيبوا في بعض معنا تذي عليش حبيت كل عادة صحة ثقافية كل عادة تخيب الأمل معز ما نعرش معنا تذك معنا تذك معنا تذك معنا تذك اليوم خلينا عندنا من الجرأة ننصف فيه حسابات نبحكيات صحح مش بالحكيات هذه وما نزيدوش نشوه ومسلسل ومسلسل تصوير وانتي خايف على عباد أكثر من غيرك نحن كنا خايفين على بعضنا ونكونوا خافوا على بعضنا لكن اليوم كنا من الجرأة انك اليوم تسمي الأسماء مسلسل قول عندي مشكلة مع تلفزة الفولاني نحب تحط من تلفزة الفولاني نحب لها تصوير مسلسل من طيح ولا تقول أنا كتلفزة مسلسل ما عادش يرجع خاطر فيه برشة الجانب وكذين حب المسلسل تقول تيقف ايش علينا به بش نشوفوك دونك في ولاد مفيدة جزء الجديد عمنا يقول انت قلت فما مشاهد عنف تم حذفها ملايكا ظرت بالعمل السناء عملته حساب انه خفت شوية المشاهد ولا لزاكس متاع المسلسل معتها بش تتبدل شوية ايش قلت لا يولده المؤمن من الجحر مرتين وانا الطبيعة النجم نعضي به السناء العبيد اليولد مفيدة خامسة عمل مختلف تماما بمقاييس ترضي نسكل على خاطر اليوم ان شاء الله ممكن يكون مولد مفيدة حابنا يكون معتها جزء الاخر الخامس والاخير ممكن انه يكون جزء الاخير فمكانية كبيرة انه اخر جزء من مولد مفيدة هو جزء الخامس فهو عصارة الاجزاء كل فيه سيناريو محكم فيه خدمة كبيرة برشا فيه فيه حكايات 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 مش حكايات برشا برشا دراما فيه برشا تشويق مشاهد العنف ناقصة على الاخر فماش مشاهد العنف لك اخذنا بعد التوصيل مش نقسم مشاكل احنا في رمضان اما غياب سامي الفهري المخرج مع تحية السوس اللي هي معنا نعرفها وعندها كفاءة كبيرة اما غياب سامي الفهري كممثلين وكأنترا شقول لي معنا غياب سامي الفهري كان حافز كبير انه العباد تبذل الضعف المجهود وهذا ما نقش من دورة تقوم به سوسون الجومني في الاخراج اللي هي سوسون مشقة جديدة عليها على خاطر سوسون وصيفة في الاخراج من مباشرة مسلسلات في الحوار التوصي ما هيش اول مرة تاخدوا الاخراج بتها المسلسل دوك بدون نستنقاص من دور سوسون اللي هي يعطيها الصحة وقفت كما وقفوا للناس كل وانه غياب سامي كان حافز كبير انه الناس كل اللي تحط في اليوم عنا امانة اليوم نختم في وضع استثنائي قبل مجيل كورونا احنا في وضع استثنائي في المسلسل اللي هي مفيدة دوك الناس كل مدام سامي غيب لازم كل شي يمشي كما لازم يكون موجود كانو هو موجود واكثر واضح تولد مفيدة كامل مش يتعدى معدها كامل ولد مفيدة ما نتصور جاهز خاطرانا كمل تصوير عندي مدة دوك ما اخر الاخبار اللي عندي اللي الولد مفيدة جاهز ومثل مش مشكلتها بتاع بوليميك كده عاد التصوير ونرجع نصوره كمل الولد مفيدة الحمدولة في الظروف القانونية بتاعه في الظروف القانونية رغم اللي القانوني مش قانوني كما يحبوا يقسمها قانوني وغير قانوني يعني نعملوا في المسلسل بالكونترا اسمك مربوط بالشخصية العنيفة ولا البندية مرة اخرى في الولد مفيدة مقلقتك ولا مويل تستمتع اكثر انت بالأدوار هذين لا لا محسول يسر في الادوار هذين كما انت كن نرجع شوية مملك النار كنت شخصية مختلفة وعربية فصحة وتاريخية تيضم مملك النار مملك النار نحكي موسيسلة تونسية ودنيا نحكي موسيسلة لا ولا لا قطر ما نتخيلك شاك الولد نس مليح وتحب نتعمك وهي الطفية كنت يحزين يزي في الدنيا يزي الناس مليح في الدنيا يزي معتها معز كاركتير وفي الدنيا عكس اللي في التلبزة معتها الناس طيب وبعيد على المشاكل وما تعملش بوليميك في حياتك فماش عليش أنا مراش فماش عليش في المشاكل وفماش الناس كل حبيبات ناس كل صحابك وتلحقت تقالوك بقيت اللي بالعكس هو الصورة هذي كمش كنت ليماج اللي تركب معناتها من جوم الليل إلى أولاد مفيدة صحيح اللي تصعيف في المئة من الأدوار كما نقولوش مئة في المئة من الأدوار هما أدوار الرجلي أما القوية أما الشريري أما لا رغم اللي شخصية صوفيان في أولاد مفيدة هي مختلفة خاطر تجمع بين الضعف القو وبين الجهة المدمر نفسيا هو أركوليك وضعيف وعلى قدمه هو ضعيف ومهزوم بينه وبين روح وعلى قدمه وحياته الخاص ضعيف فيها ومش ناجح فيها على قدمه في خدمته ورصوص كاسح فالزدواجية في الشخصية هذه قد تكون شخصية صوفيان أنا من الشخصية اللي حبيتها على خاطر خاطر كممثل كممثل جنجل تفهم لي معتها عندك لسباس تشيخ عندك لسباس بخاصة السناء اللاكسة كبرت والمساحة متع الدور كبرت فسناء باش نشوفه صوفيان في برشة واجهات في برشة لاكسة كبر دليل رضاء المخرج رضاء سامي الفيري على مردودك عمني ونجح هو مكان هو هذك المفروض إذا واحد يجي الفريق كما فريق ولاد مفيد بالحوار التونسي خاصة المسلسل المفيد لأننا دخلت في جزء الرابع مناتها المسلسل عند ثلث سنين سبسية ناجح مسؤولية فهذاك هو المطلوب الانتداب الجديد هو باش نزيد نتقدم الإضافة إن شاء الله كنا قدمنا الإضافة والإضافة لك خليت أنه الحجم الدور ما ندمتش أنك خرجت ما نشورب في الأخر في نهاية الحكاية لا ما ندمش عليش على خطر لا ما ندمش نحكي عليك عما توا بالفعل ما ندمتش لأنه التجربة كانت ناجحة التجربة كانت من الأول واضح أنه أنا باش نلتحق بفريق ولاد مفيدة على جزئين جزء الرابع وجزء الخامس فالاتفاق كان واضح معنا نعرف حجم الدور في الجزء الرابع ونعرف شنوب شوالي في الجزء الخامس فالاتفاق كان بيناتنا واضح وإحنا اليوم في منطق الاحتراف معناه اليوم رائع ماذاكا هو منطق الاحتراف اليوم تنجم تكون صديق للقنوات الكل وتخدم مع الناس الكل ولي المادة الفنية متاعه دسيمة أكثر بانسير تختار لأنك ممثل بتوفيق في شورب كما يظل تتمنى التوفيق تتمنى أنه أغلب القنوات تتكمل مسلسلاتها اللي ما كاملوش اللي مزان وجمعها عشرين وثلاثين وربعين مسلسل يعني اليوم راه هذه حركة زيدة رأي اليحنا اليوم رأينا مش اليوم عركتنا زيد يعني العمل راه جيد يفرض روح واحد عنا مقياس كبير اسمه جمهور هو اللي قادر في الأخر وحتى جمهور راه جماهير واللي يجعل عمل هذا كل العمل عنده صحيح وإحنا اليوم ماذا بنا يوالي عنا برشة أعمال وكل أعمال عندها جماهير على خاطر اليوم نستطور اليوم طرنشداج ماهيش كيف كيف اليوم لازم نخمه على أنه كيفاش نقويه والميدان بصفة عامة نخموش في روحنا معنا تلافيديو نزم تاقينا وانا 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 لازم نكون رقم واحد ما فماشا رقم واحد معزنتي بعيدة على المشاكل قرير اللي نتعبر بالدرجة أهم حاجات كتبتهم مؤخرا جماعة اللي عاملين لعبة تاي تشالنج وكل واحد يدز علينا في صدر وواحد متكفل بمية والثاني بثلاثين وبعشرة وبخمسة أولا العائلات تحكيوا عليهم عبيد مش لعب وعندهم عزة نفس ممكن ياسر ما يقبلش المنة بالشكل الحقير اللي تعمل فيه الأولى متى أيامات الكونفينمو ومعناها ولينا على الإنستغرام ورغم الاحترام للأشخاص خاطر هم أبيدهم ظهر لي ما هم شويعين بالمداخل وطولة اللي يقولوا فيه عتاك تقول ما تقول نتكفل بمية نتكفل بميتين نتكفل بثلاثين نتكفل باربعين رأوا نحكيوا على عائلات نحكيوا على مواطنين توانسة عمتهم اسموا لقب وذوات معناها اليوم رأنا مش نلعب وش تقول نتكفل نتكفل هذه حاجة الثانية حاجة ما تقوليش من نتاق لعبة تنجم أنت اليوم وحدك وحدك تقوم بالواجب وما غير ما تشهر عليش هالتشهير وعليش وينهم السؤال تو هل يقال نتكفل بمية تكفل هل وينه هل تم الشيئ ذاك ولا جزت اليوم كذبة على انستغرام رقم بتاعك والفولور بتاعك طلعتوا على الانستغرام قالتها فهم برشا حسنية فمش سؤنية أكيد عند الولاد اللي قاموا بالتشلاج لكن مش كل شي رهو يتبعوا مش كل شي ما فيسو بي على انستغرام حتى المخير ما هوش صحن آخر سؤال على العكس برشا ممثلين أنت من الأشخاص اللي تكتفي بالتمثيل معا دكشك اللي ماكش فارد حياتك الخاصة معنا الثمن بالمثل العيش متخبي تعيش مرتاحة الثمن اللي أنا نخدم في خدمة كما المحامي وكما الطبيب وكما المعلم وكما الأستاذ وكما المهندس وكما الكوارجي وكما الإعلامي اللي ينفوها كما لتخدمتك أنت مواطن عادي ما عندك حد شي يزيد على بيت دونك فمش عليش اللي أنا اليوم منصورش أنه قاضي روح من المحكمة يعمل الستورية على داروش فيها والطبيب يروح يقولها واش عندي كيف كيف المماثل كما الخدمته في استوديو أو إلى في الاستوديو الترناج أبقي حياة خاصة عنده خصوصين خطرة 90 بالمئة ممثلين معنة فارتين نحيتهم الخاصة دونك ولا هو تفرط باش تعمل جمهور حكو ولا لي أما أنا نمّا اللي الخدمة هي اللي يجيب لك الجمهور معنات اللي تخليها عليك روح أهم برشة من اللي تخليها السؤال جاوبني في 20 ثانية شركت في جول مسرسلة تنسية الناجحة مسرحين في رصيدك برشة مسرحية ناجحة فرحان بالوصول لولا تحس نقصتك حاجة مزيل برشة مزيل شكوني أنا قدام فتح لديم عيسى حراث ودري المفتاح ومسلح مصدقه وعلي مصباح الله يرحم ولمصف رصح وهشام رستم وجلي لبكار وشكوني أنا قدام مزلنا 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 نحنا جيل اليوم كي نقعد في الدومان عملنا إنجاز نحنا الجيل اللي كان نقعد في الدومان ونستمر عشر أسنين أخرين كان قاعدنا من أهل الدنيا يسمع عملنا إنجاز الخضر الدنيا صحيبة بارش صحيحاتك صحة معزل جدير نحبو قلوك رمضانك مبروك رمضانك مبروك وإن شاء الله بداي من واحد رمضان مش نشفوك ولاد مفيدة خمسة في دور أكيد بشي كبر بارشة و المسلسل بشي كون ممتع بارشة إن شاء الله أنا حبو نقول إن شاء الله رمضانك مبروك ما تخفوش أزمة وتتعدى ونستحفظ على الروحنا وإن شاء الله يا ربي مع دخول رمضان يا دك صحة معز مرسي بكو